السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد هاد المرة كنقترح عليكم واحد من اشهر الحلويات عبر العالم للاصل دياله الولايات المتحدة حلوة البراوني او الكيك البراوني كيت تعتبر من الد واسهل الحلويات على الاطلاق خصوصا بالنسبة للمبتدئين يقدروا يجربوه فاكيد غد ينجح معهم شاركتوا معكم بطريقة جد مبسطة بدون ما تحتاجوا الخلاط الكهربائي فقط بالخلاط اليدوي وبمكونات متوفرة في اي بيت بدون شوكولاتة فقط بالكاكاو خليكم معي حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقة وايضا المقادير واذا كنتوا اول مرة كتشوفوني مرحبا بكم في قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد فيديو هادي ونخليكم الان مع المقادير والصور وكنتمنى لكم فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله كنحتاجوا في المقادير 120 قرام ديل الزبدة المدابة 125 قرام ديل السكر البني ونفس الكمية ديل السكر الابيض مع النكهة تقدروا تستعملوا اي مناسي ما تبغيتو احنا يستعمل زهرة البرتقال زوج ديل البيضات بدرجة حرارة المطبخ 70 قرام ديل الدقيق الابيض لشوية الملحة و60 قرام ديل الكاكاو المر الخام وكاضافة هنا يضفت القليل من شوكولاتة البيضة يمكن لكم تضيفوا اي نوع شوكولاتة كتبغيوها او لمتوفرة بالنسبة للطريقة فهي جد مبسطة كنناخدوا ايناء اللي كنخدموا فيه هاد العناصر كاملة كنوضع فيه الزبدة المدابة السكر اذا ما كانش متوفر السكر البني يمكن لكم تعوضوا الكمية كاملة سكر ابيض لكن السكر البني كيبقى افضل كيعطيه الطعم وايضا اللون بحكم انه فيه العسل الاسود كنضيف النكهة وكنخلط الكل جيدا حتى كنحس بهذا السكر بدك يدوب على هاد الشكل والان غدا نبدو نضيف البيض واحدة تلو الاخرى احنا كنوضعوها في شيء انية اخرى باش نتأكدوا انها غير فاسدة كنخلط مزيان وكنضيف البيضة التانية وكنخفق جيدا كما كتشوفو فما استعملناش طراب الكهربائي فقط الطراب اليدوي باش كل شيء يجربها ان شاء الله كنخفق حتى كنحصلو على واحد الرغوة في السطح بعد الفقاعات هنا يا الخليط جاهز فهد المرحلة كنضيف الدقيق كيف سبق ليه وقلت ضفت ليه القليل من الملح كنغربله وكنغربل الكاكاو هو الاخر وكنخلط الكل جيدا بالنسبة القوام دي الكيك فكيكون عاقد كما كتشوفو كيصبح على هات الشكل وللاشارة فما كنضيفوش الخميرة بالنسبة الوصفة الاصلية ما فيهاش الخميرة الكيموية على هات الشكل هنا يا كيكون الخليط جاهز فهد المرحلة كنضيفو شوكولاتة شوكولاتة السوداء او لا بالحليب او لا البيضاء بالنسبة لي انا ضفت البيضاء لانها هي اللي كانت متوفرة عندي اما في العادة كنضيف شوكولاتة السوداء اللي ما عندوش يقدر يكتفي فقط بالخليط يعني بدون شوكولاتة على هات الشكل بالنسبة لحبيبات الشوكولاتة درتهم في شوية ديالتقيق باش ما ينزلوش للأسفل قادر ناخد صيني اللي غدا تدخل للفورن دهنتها بالزبدة وغدا نوضع فوق منها ورق الزبدة بدرت الزبدة فقط باش يلسق هذك الورق في المول كما كتشوفو يمكن لكم توضعوه في أي مول متوفر مربع أنا هدا هو اللي متوفر عندي وكنوضع الخليط على هات الشكل كنسويو السطح ديالو نحاولو نخليوها السطح ديالو مسطح باش ما تجيناش بلاسة نازلة وبلاسة طالعة باش يجينا متساوي وكندخلوه للفورن اللي سخناه من قبل مية وستين درجة لمدة خمسة وثلاثين تل ربعين دقيقة هذا والشكل ديال الكيك من بعد ما خرجناه من الفورن كما كتشوفو هذك الطبقة اللي كتكون مقارمشة من الفوق ولامعة هنا كيكون ناجح عندنا البراوني من بعد ما خلينا الكيك ارتاح ويفقد من الحرارة ديالو فغادي نحيدوه من ورق الزبدة كما كتشوفوه فكيتحيد بكل سهولة وغادي ندوزو المرحلة مهمة وهي تقطيع الكيك خاصة يكون عندنا سكين حاد وخاصة نكونو مسحينو بالماء الساخن وما بين كل تقطيعه وتقطيعه ضروري من مسحو الموس لانهو كيل تاسق في الكيك كنكونو حاديرين وكنقطعو حسب عدد القطع اللي بغينا او لحجم القطع اللي بغينا الى بغيتوه يكون ساميك شوية فكتحطوه في مول أصغر من هذا او لا تضعفو الحجم الى كنتو بغيتو الكيك يكون طالع شوية هذا والشكل ديالو من الداخل كما كتشوفو فكيجي ناجح والجوانب كيكونو مقرمشين وايضا السطح كيكون طبقة مقرمشة هذا دليل على نجاح البراوني رائع جدا الشكل ديالو وحتى المذاق بالنسبة الوصفة الاصلية فكيكون بشوكولاتة هذه فقط وصفة اقتصادية بالنسبة للناس اللي ما كيتوفرش على الشوكولاتة وبغاو يأكلوا البراوني فكنسحكم بهذه الطريقة وبهذه المقادير المضبوطة لنجاح الوصفة وايضا اذا استعملتوا الشوكولاتة السوداء قطع فملك الطيب كتلقوا هادوك شوكولاتة سيحين وسط الكيك واللي كيعطيه لدة اخرى جميلة بزاف خصوصا اذا كان شوكولاتة نوعية ممتازة هذا والقوام ديالكيك فكيجي هش وكيدوب في الفم والطعم رائع رائع جدا وللاشارة فيمكن لكم تضيفوا اي مكسرات بحل القرقاع او لللوس يعني في العواد ما تضيفوا شوكولاتة تقدروا تضيفوا المكسرات اذا كنتوا منعوا الشاق الكيك بالمكسرات فقرة التدوق كانت عندي طويلة شوية بحكم انني ما كان قاومش البراوني فعلا رائع جدا لا الشكل دياله ولا حتى المذاق كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة ومتأكدة انكم غادي تعتمدوها دائما كنتقدروا تقدموا ايضا البراوني ديالكم مع صلصة التوفي او لا صلصة الكراميل هذه كنت حضرتها في المنزل كانت عندي يمكن لكم تقدموه مع صلصة شوكولاتة ايضا او لا يمكن لكم تقدموه بدون اي اضافات فبالنسبة لوليدات فكيبغيوا هاد الاضافات اللي كتكون مع الكيك ايضا تقدروا تضيفوا معاها المتلاجات لغلاس احتى هما كيجيوا مواتين بالبراوني كيعطيوه طعم اخر وبهذا كيكون الفيديو ديالنا وصل لنهاية دياله كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفة او لهاد الفيديو ان الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفة عن قريب وايضا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا ليال لايك وتشتركوا في القناة وهنايا غدا نقول لكم شكرا على المتابعة والى اللقاء